وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيسين تترقا خلال هذا اللقاء إلى سبل تعزيز تعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة إلى جانب تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وقد شهد الرئيسين مراسم التوقيع على عدد من مذكرة التفاهم والتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالة الزراعة والشباب والرياضة والتعليم العالي وذلك إلى جانب اتفاقي صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم كاتالون بطاجكستان وكذلك مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجكستان القومية